إذا كان هناك تخص مريض يصلي قاعداً فما حكم السنة بالنسبة له المريض الذي يصلي قاعداً قد عبره الله سبحانه وتعالى قوله تعالى لا يكله الله نفسه إلا وسهى ولقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قاعداً فإن لم يستطع فعلى جمد يصلي فريضه قاعداً ويصلي النوافر كذلك صلي النوافر وهو قاعد فلي الراكبة التي مع فريضه سواء كانت قضلية أو بعضية صليها وهو جالب لأنه إذا جاج أن يصلي الفريضة وهو جالب فلا أن يجود الناسلة من بعد أولى فإن الناسلة لا يخترت لعنقية حتى من الصحيح لها الحمد لله كذلكم الله خيراً وحسناً إليكم